في إطار المتابعة الميدانية لذبح وتجهيز الأضاحي أكدت وزارة الأوقاف بأن التجهيز مستمر تحت إشراف عدد من أئمة وقيادات الدعوة بمدرية أوقاف أسوان وذلك بالتعاون مع الأطباء البيطريين بمجازر أبي سنبل وأكدت الوزارة أنه بدأ نقل الدفع الأولى من الأضاحي بالسيرات المبردة لتوصيلها إلى مجازر القاهرة للتعبئة استعدادا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية